بسبب الجهل ربما بسبب الابتعاد عن ذوق ثقافة العترة الطاهرة فإن كثيرين من الشيعة يجدون أن إطلاق هذا اللفظ الله على الإمام المعصوم أو على الحقيقة المحمدية يجدون ذلك ثقيلا عليهم أقول لهم أولا عودوا إلى ما بينته وشرحته بالتفصيل وتأكدوا بأنفسكم من أن الذي طرحته لم يكن من عندي أبدا ولم يكن من عندي أحد غيري من جميع أبناء البشر إنما أخذته بشكل خاص من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن رواياتهم وأحاديثهم عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع وعودوا كذلك إلى حلقة يوم أمس وأنا أجيب على سؤال السائل الذي سألني عن ضابطة أو قاعدة وفقا لها يميز في إطلاق هذا الإسم على الذات الأولى على الحقيقة المحمدية وحينما نطلقه على الإمام المعصوم فهو بحسبه فهو وجه الله والإطلاق عليه يختلف بدرجة مئة بالمئة عن الإطلاق الأول وعن الإطلاق الثاني هذه القضايا شرحتها وبينتها لكن أعود وأقول المشكلة مشكلة الدودة إنها الدودة المرجعية النجفية الطوسية المشكلة الدودة أنا لا جئتكم بكلام من الفلاسفة أو من المتصوفة أو من العرفاء وربما لو جئتكم بكلام منهم تقبلونه لكن لأنني جئتكم بكلام من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير تجدون ذلك ثقيلا لا أعلمكم رؤوس ملئت بالخرائل العقائدي النجفي الطوسي فماذا سأصنع لها ترجمة نانسي قنقر